محصول الزيتون بكذا دولة بلش موسمه ومثل ما اكتر منكم طلبوا مني رح ترجيكم اليوم طريقتين مختلفين حتى نكبس الزيتون ونحفظه من السنة للسنة طريقة للزيتون الأخضر وطريقة للزيتون الأسود بلات وصيرة خلا نبتدي رح بلش بالزيتون الأسود عندي كمية من الزيتون الأسود غسلته كتير منيح ورح نحطه بمصفية تحت فيجات ونرجع نضيفه عليه الملح الخشن أو الملح الصخري ولكل كيلو زيتون بدنا 3 ملاعق أكبر من الملح الخشن منرجع ونحط عليهم صحن أو وزن تقيل ومنخليهم مرصين لمدة 48 ساعة حتى زيتون تطلع المرار اللي بقلبه هلأ بالنسبة للزيتون الأخضر أو طريقة تانية فينا نستخدمها حتى فينا نستخدمها لزيتون الأسود رح نرصن للزيتونات يعني هيك هنخبطن شوي حتى يفتح الحبة أو منقدر بكل بساطة بالسكين ننشقن ومنرجع منحطن بجات نضيف ومننقعن بماء حلوة لمدة 48 ساعة كمان بعد مرور 24 ساعة ثاني نهار يعني منشق على الزيتونات ومنلاحظ كيف الماء طبع الزيتون الأخضر شوي بلش تغير لونه أو صارت معاوكرة فمنغير له الماء ومنخليه بعد لليلة تانية ومنشق كمان على الزيتون الأسود شوفوا كيف حط عليه أنا كتير تقل حتى عن جدي ينرص مظبوط منلاحظ كيف بلش ينرص فشو منعمل نحنا بس هيك من قلبه منعطيه تقليبي خفيفة حتى التقل يجعي توزع مظبوط على كل حبات الزيتون ورح نتركه كمان ليلة تانية حتى يصيره 48 ساعة بعد مرور 24 ساعة يعني ثالث نهار رح نفضل الزيتون الأسود بقلب صينية حطين بقلبه ورقة للمطبخ تقدر تكون كليناكس سميك أو ورقة زبدة أو شقفة قماش ومنرجع منغطيها بنفس الورقة من فوق ورح نخليه نيرتاحه لمدة ليلة إضافية حتى كل المرار الباقي يطلع بالنسبة للزيتون الأخضر رح نصفيه من الماء اللي بقلبه نحطه بقلبجات نضيف وبهايد المرحلة نضيف عليه الملح الخشن والعيار هو زيتولة كل كيلو زيتون 3 ملاعقة أكبر من الملح الشطخرة أو الملح الخشن وكمان منخليون لتاني نهار رابع نهار من الشغل بالزيتون بيكونوا زيتوناتنا صاروا جاهزين نحطهم بقلب المرطبين ونكبسهم ومن هاي المرحلة لآخر الفيديو كل خطوة عم نعملها هي خاصة بنوع الزيتون اللي عم نستعمله للزيتون الأسود رح نكتفق إنه نعبيهم بالمرطبين نجع نغمرهم بزيت الزيتون ومن سكر المرطبين كتير منيح يعني الزيتون الأسود بيلبقه إنه نكبسهم بزيت الزيتون أما الزيتون الأخضر فرح نحطه بالمرطبين رح نعبيه بالمرطبين ونحط معه قطعة من الليمون او من الحامض وقرون حر وما إنه نكتر كتير حبات حر حاطى ما يطلع زيتون كتير محر حر إلا زين paying more ومن بعدين رح نجع نضيف تقريبا مسكوب منعصير الحامض أو الليمون على كل المرطبين والزيتون الأخضر عكس الزيتون الأسود بلبق له لنكبسه بالمي وبنجرع بنحط له طبقة خفيفة من زيت الزيتون على وجه بس كرمال ما يعفن وطبعاً نتأكد لن المرضين سكرناهم كتير منيح لكن بعد مرة عبالي عيد بنقدر نستخدم أي طريقة من الطريقتين اللي شفناهم اليوم لزيتون الأسود أو لزيتون الأخضر مع عدى آخر مرحلة لأن الزيتون الأسود بدل بقلوا ينكبس بزيت الزيتون أما زيتون الأخضر بالمي وزيتوناتنا لسنا بنكبسهم مينموم من ثلاثة أسابيع لشهر قبل ما نبالش نقدر ناكلهم بتمنى كوني قدرت اليوم بسطت لكم طريقة الزيتون وكل سنة وإنتوا بألف خير وصحتين مسبقاً للجميع